مع نهاية شهر تشرين الأول يسدل الستار عن موسم صيد طائر السمن في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي السمن أو الفري كما يعرف محليا يستقطب عددا من الصيادين غالبيتهم اتخذوا من الصيد مصدرا للرزق لا سيما مع الظروف القاسية التي يمر بها الأهالي النازح هنا في الشمال السوري بيبلش موسم السمن بواحد داعش وبينتهي بواحد واحد هو موسمه تقريبا شي شهر ونصف شهرين طير شتوي هو طبعا نحن صيادة نقطع مسافات حتى نجي نصطاد هذا الطير ولحمه طيب نمشي يعني شي خمس ست صيادة نحن بين الزيتون أنواع عديدة من الطيور تمر في شمال سوريا تهاجر إلى المناطق الأكثر دفئا كالحسون إلا أن السمن الأكثر جاذبا للصيادين بسبب كبر حجمه ونسبة الدهن العالية إذ يدخلوا كطبق رئيسي على مائدة بعض العائلات السورية هذه الطيور اسمها الفري أو السمن طريقة يعني صيدها عن طريق الأجهزة عارف شنون نشغل الجهاز بنخليه المساء للصبح شقال والصبح نجي عليه نحن مثلا خمس سيادة عشر سيادة ولحمه يعني لزيز مرقوب لكل السيادة وللمواطنين وللعامة يعني عارف شنون طير يعني جميل وفيه دهون كتير عم نستفيد منه ماديا عم نستخدم الشباك نصيد منه وفيه أكل تعد المناطق الشمالية من سوريا طريقا لهجرة أسراب الطيور ما يجعل الصيد متاحا بشكل كبير لسيما مع عدم وجود قيود من الهيئات والمجالس المحلية تضبط الصيد أو تحد منه طائر السمان أو كما يعرف هنا بالفري هو وجهة لمعظم الصيادين هذا العام ولأجواء منطقة عفرين خصوصية تجعلها مقصدا لمعظمهم في المناطق المحررة أحمد الشمالي حلب اليوم من منطقة عفرين شمال حلب